كامساء الفل والهنى وحشتونا النبي وحشتونا ما بين حلقة والتانية حقيقة توحشونا احنا النهاردة في حلقة استثنائية شديدة الاستثنائية الحقيقة الحلقة النهاردة بتقدم لنا ابطال ونجوم الحياة من ضمن ما احنا بنشوف في السوشيال ميديا يعني الحقيقة ان الواحد بيبقى فاتح التليفون ولا الجهاز بنية سليمة انه يعرف اخبار الدنيا يلاقي الاخبار بتهجم عليه بشكل فضيع وكلها في لحظة واحدة وبتبقى نسبة الحلو منها مش قد نسبة الوحش الوحش كتير وبقى بقى نشوف في مجتمعنا حاجات غريبة عليه عشان كده بقى البحث عن الاصل والاصالة والاخلاق اللي احنا تربينا عليها وتعودنا عليها مهم والنهاردة احنا عندنا نموذج نموذجين نموذج لبطل قوي الارادة جدا محموب من المصريين كلهم وجميع الكرويين في العالم العربي لانه حبيب الكل فعلا ولانه الحقيقة شال من تاريخه اي حاجة فيها عنصرية علاقته بالناس كلها علاقة جميلة ايا كان نوع يعني انتماءهم الكروي وهو الحقيقة كمان قدم لنا نموذج رائع للسيدة حرمه لان هي دي كمان الست اللي بندور عليها وسط النمازج الغريبة اللي احنا بقينا بنشوفها والحقيقة ننزعج منها وانا اولكم حلقة عن حبيب الملايين كل الناس بتحبوا حتى اللي مش كرويين زي اللي ما بيفهموش في الكرة خالص لكنهم عشقوه في اول ظروفه وفي اخر ظروفه وعشقوه في حالته الاولى وفي حالته الثانية وعشقوه سمودو وقوتو والتزامو بما وهب الله ليه من قوة والتزامو بست عظيمة قاعدة جنبه دلوقتي انا برحب بالبطل الكابتن مؤمن زكري الحقيقة ان انا سعيدة جدا يا كابتن انك نورتني النهاردة والحمد لله انا متطمينة عليك ومتطمينة عليك كمان من قوتك انت ومن التصميم اللي عندك ومتطمينة على ست الكل مدام ريهام الشيمي الجميلة حبيبتي ربنا يا خليكي انا سعيدة جدا انا من خضرتك والله بجد والله سعيدة انا بشكرك جدا يا اخي انت في حياتنا كلنا حبيبتي ربنا يا خليكي والله يعني كلامك الحلو ده طمينوني بقى الدنيا ماشية ازاي بنعمل اي دلوقتي اوه ماشية علاجة طبيعة وان شاء الله خيري بتتمرن انا سمعت علاجة طبيعة بس اه بس منتظم ومثابر و يا رب خيري ان شاء الله انا انا متأكدة انك انت هتنتصر هتنتصر ان شاء الله نا الحمد لله فضل ونعم الحمد لله نا الحمد لله والله طمينيني بيعمل اي بقى الدنيا فين دلوقتي اه هو سافر ثلاث مرات اه سافر امريكا اه وامانيا واخر حاجة انجلترا اه علشان يعرفوا بس ايه اللي عنده الحد الوقتي ما يعرفوش برضو المرض اللي عنده ايه اه يعني الحد الوقتي ما يعرفوش المرض اللي عنده ايه اشخيص يعني بيقولوا انه هو تشابه حاجة اسمها الاس اه اه بس احنا مستنيين بقى يلاقوا علاج للمرض بس انا سامعة انه بريطانيا اكتر اه يعني تقدما في حتة البحث دي بس ضبط اه مش كده اه اه فعلا اه هما شكين كمان انه هو عنده المرض ده اه اه قالوا له عندك تشابه يعني هما مش مأكدين لهم انه هو ايه اللي اه 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 عندي ايه اه اه طب بس انت بس ده على فكرة بيدينا امل اه جميل يعني ايو اكيد اكيد ان شاء الله ربنا يتم عليه هو حيجيب الميت جون يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله هتحقق الميت جون ان شاء الله رجعتيني والله وهيلعب وهيقصر والله وكلنا يعني حب الناس ليك الحقيقة أعتقد أنه دافع مهمه على فكرة بالخبرة كده دعا الناس حاجة مهمة جدا يعني الواحد شاف حاجات كتيرة في حياته حتى مع نفسه ومع مع عرفه أصحابه وزملاته الدعا الحقيقة بيعمل المعجزات فأنت ربنا حبيك بحب الناس ودعاهم المتواصل المستمر فده يعني يخليك نعم عند ربنا أحب الناس ده أكبر حاجة من نعم هيا دي المصبراه والله نعم الحمد لله والله أنا أحسن من غير وبعدين انت وانت داخل هنا يا خرابي على الإعجاب والحب يعني لولا الملامه كانوا نزلوا فيك بوس هاروك يا عم بيحبوا ناس كلها بتحبوا الحمد لله يعني كمان الجمهورين الأهلي والزمالك كله بجد بي ناس كلها بتحبوا وتدعينه القوضة عندي فيها بقى كل الناس حتى الأطفال الصغيرين ده زمالكاوي وده أهلاوه بس كله الحقيقة داخل في حضنه وبيحب حبه بذبت وده مش موجود أصلا يعني ده مش موجود ما تلاقيه مش فائية يعني مش أي حد جمهورين يكتموا عليه يعني ويشبوه كده نعم 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله عايز أقول لكم إنه الدليل على حب ربنا العظيم وحب الناس اللي بيشجع برضو عندي خبر جميل جميل رهام حامل بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد لله بصي إحنا أصلا يعني كذا مرة يعني نروح لدكتور وكده وكان يقول لنا يعني ما ينفعش الموضوع صعب وكده بس ربنا جبر بخاطرنا عشان يعني هما كانوا فاكرين يعني المرض ده ما بيقدرش وفعلا هنا في ناس كتيرة عندها المرض ده ما بيتخلفش بس الحمد لله ربنا يعني كريم يعني ربنا قدر على كل شيء نعم عند ربنا الحمد لله والله يا ابن انت هتكسر الرقم القياسي هتعمل حركات جمدة ربنا بيحبه وربنا هيكبر بخاطرك أكتر وأكتر فعلا إنه إن شاء الله يا رب بحاجة النبي وكون عايشة اللحظة دي يا رب بتكي صحة إن شاء الله يا رب إن شاء الله أنا عارفة أنا متأكدة يماني بربنا أعظم من حاجة في الدنيا طب احكيلي بقى أنتوا تعرفتوا على بعض إزاي وهناك قصة حب ما تتحكش بقى وعمل نفسك مكسوف ايه بقى؟ هو كان معجب باية في الأول يعني وكنت شاء عارفة نحن كنا مع بعض في الجامعة وقعدنا ما نعرفش بعض يعني كنا في الجامعة ما نعرفش بعض بس هو كان معجب بي واشتفني فرح صاحبه وفي نفس الوقت هي صاحبتي بردو أه فقال له يعني عايز تعرف عليها وكده أنا عارفها بالجامعة يعني وباشوفها كتير المهم بقى تعرفنا بقى على بعض وكده بس والحياة بقت كويس يعني والتحتيل وهو كمان ايه اللي عجبك فيها؟ أولا أحد ديك أول مرة أول حتى يعني مش عارف أولا كنت ينعمل يا عمرة أول مرة والله والله من أحسين عن ربنا شوفتها في العمرة أه أه أولا بس حبيتها على طول؟ حبيتها على طول ولا بس حاجات من دي؟ أشكلها هي في العمرة قدامي أولا عند باب الكعبة يا حبيبي أولا أول مرة هي هتعرفها الأحوار ده أولا بس انت كنتيش عارفها يعني مش عارفها؟ أنا مكنش عارفها أه أه أولا شوفتها عند لقيتها قدامك هناك الكعبة بس كنت عارف أنها في الجامعة العامة؟ لا هي مكنش في العمرة آه ياه أولا لا أنا مخدتش بالي من المعلومة دي لا لا هو شافني جيت شكلي قدامه يعني قدام الكعبة احنا في حتة غريبة يا جدعان أولا 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 غريبة جدا وبعدين هل مثلا اتهيألك ولا لما روحت تاني الجامعة لقيتها هي دي؟ هم اولا وعرفتها على طول إن هي دي mitä ظهرتلي آه احنا براكاتكو بقى انتوا لتنين بركاتكُ طيب انت كنت تعرف عنه أي حاجة قبل الفرق د reci؟ لا خالص ولا عرف أي حاجة ولا حتى عرف إن هؤ weld كان بيلعب كرة أو لا حاجة أنا عرفت ده بعدين بعد ما تكلمنا أه حاجة عنه خالص لا هو كان بيلعب كرة ساعتها؟ كان في المصري صح؟ كنت في المصري وانتي ملكش في الكرة لا امبي امبي تقريبا اه كان في امبي اه بس مليش لا ما كانش لها في الكرة خالص ولا عارفة ان ده نجم معاك في الوقت ولا عاجة لا خالص ما عارفش انا فجئت بعد كده هو قلي اه هو قلي انا بالعب كرة وكده انا بقولها مرة صبحي كانت بتي رح عاملي في الزمالك اه اه بقولها انت انا انت فين؟ قلت لي انا نايمة يعني ايوم الجمعة بقولها بنتي انا رح عاملي في الزمالة اللي يعني اه معرفش مش عارفة اه رح عاملي في الزمالة اللي ان شاء الله ربنا معي اه بس ولك عندها اي معلومات لا خالص خالص طب انتي طب اللغة دي مثلا معلوماتك العامة بتقولك مثلا يا لهوي ده حيلعب في يعني فيش اي ري اكشن لا هو انا عارفة الزمالة الاهلي والزمالك اه انا عارفاهم بس اي مين يا مرح؟ بس مش الحمد لله والله يعني بيراضينا الله الحمد لله بالحمل ده رغم ان فعلا قعدنا فترة بعد مالك ما كانش فيه حاجة خالص بس الحمد لله ربنا راضانا يعني الحمد لله بجد يعني كرام ربنا لسه قدامك اربعة كمان اربع عيال ان شاء الله كل ما تبقى عمر كده وجميل ان شاء الله تتحفنا بجميل كده وارم وارم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة